مؤخرا حصرت حدثة ممكن تكون نقطة تحول بعد وقعة انتحار مراهق في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تأثيره من حوار مع أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو يمكن التطبيقات اللي بتكون مدعمة بالذكاء الاصطناعي فبتقدر تفتح حوار بينها وبين الشخص هيمكن الواقع دي فتحت الباب لأسئلة كتير جدا ومكاوف حوالين تأثير التكنولوجيا دي خصوصا على الشباب والمرهقين اللي بيستخدموا التكنولوجي طول الوقت يا شازل طبعا حدثة مرعبة وتخوف كمان من اللي جاي في البداية خلال نتكلم عن هذه الحدثة يعني هل هي مؤشر على تطور الذكاء الاصطناعي أكثر وأكثر ويكون ليه تأثير بهذا الشكل؟ هي الحدثة لها أبعاد كتير أوي زي محركوا وفتحتوا على متستفهمات كتير أو افتجهات كتير أوي افتجهات تطوير التطبيقات نفسها افتجهات التعليمية افتجهات النفسية التلاتة افتجهات دولت لازم دي تبقى نقطة تحول فيه هي الحدثة حصلت كان مراهق في ولاية فلوريدا عمره 14 سنة فيه جيم شهيرة جدا اسمها جيم اف ثرون أو لو ترجمناها لعبة العرش أو صراع العرش اللعبة دي فيها شخصية الشخصية دي بنت وبنت طبعا معمولة أنيميشن فطبعا معمولة على أجمل ما يمكن وبشكل محترف جدا ومتدربة تدريب أن الحوار بتاعها يكون حوار شائق جدا لها شخصية في وسط اللعبة أن دي كل الملوك بيتصاروا عليها وأنها عندها الباور وعندها فهل مراهق عايز الشكل ده بأسلوب ده اللعبة دي كان بتدي بعض جديد كمان أنه ممكن المراهق أو أي شخص يعمل حوار مع الشخصية دي بقى يعني برا اللعبة يبقى الشخصية قادر ياخد ودي معها وكذا المشكلة التانية أن الحوار ده بيصل لمرحلة حوار فوق 18 سنة يتطرق لكل حاجة في الدنيا فالطفل ده ارتبط بالشخصية وبقى بيكلمها لييل ونهار ومد من الكلام معها وكذا وكذا ولما جات جوه اللعبة اتطورت وحبت ملك وتجوزته وكذا وكذا بقى حاسس أن ده واقع فبدأ الاتجاه للحادثة اللي حصلت بالشكل اللي حصل بالوضع اللي حصل فطبعا ده يدينا مؤشرات كتيرة جدا أن بقى فيه اندماج شديد جدا ما بين الشخص وما بين الشخصية بتاعت الذكاء الصنوعي لدرجة أن ننسي أن دي أنيميشن وأن دي شخصية وأن دي لعبة وأن دي كل حاجة واندماج الاندماج من الحوار الحوار رقاء لدرجة أنه وصل من كتر تدريب الشخصية الأدامه في الذكاء الصنوعي أنها مسحة الصورة العامة لدي أنيميشن أو أن دي شخصية مختلفة خرجته من الواقع بزبط خرجته من الواقع وحبته دخلته جواللعبة فتخيل أن ده الحقيقة بالزبط عشان كده زي ما قلت لحضرتك ده هياخدنا لثلاثة أبعاد البعد الأول الأسرة أصدقاء مدرسة الناس اللي كلهم المفروض لما الشخص ده أو المراهق ده يلاقي جمال الحوار الطبيعي مع الأصدقاء جمال الحوار الطبيعي مع الأسرة جمال الحوار الطبيعي في علاقات إنسانية كل الحاجات الجميلة دي مش ممكن هتخليه يلجأ أن يروح لشخصية افتراضية أو ذكاء الصناعي لأن أنا النهاردة لو أنا أب مرهق وراء الكد ولو أم مرهقة واجبات منزل واجبات عمل واجبات دراسة واجبات واجبات ويجي طفل في السن ده ومش لاقي حد يكلمه وناطيجة الضغوط دي كلها فيبقى اتجاهه الأساسي إن مين المتفرر له تماماً وبياخد ودي معاه هو ده فهي يندمج معاه تماماً إن ما راحشي لللي احنا قلناه ده وده يمكن عندنا أقل الحمد لله بنعمة ربنا لأنه ده مش الثقافة السيدة في مصر لكن هيروح لتوحد هيروح لأمراض أخرى فده اللي أنا بنتكلم فيه إن فيه جزء مهم جداً يجب أن يعالج الجزء الثاني المهم الأم ماسكينج يعني إيه كشف الاستطار هو أنا لو جبت الطفل وهو صغير دلوقتي وهلمت يعني إيه ذا كاستناعي الحاجات دي بتتعمل إزاي بتشتغل إزاي هيبقى هو بيتكلمها مش شايف دي هو شايف اللي وراها فعارف إن دي في الآخر لها أدوات بتتصنع منها وكذا وكذا وهو بيكلمها بقى شايف اللي وراها فمش هينغمس في الجزء النفسي الشديد اللي موجود ده لأن أنا عملت له حصانة من هو صغير ده ده بيتعمل إزاي بيتصنع إزاي فكل الحاجات دي حاجات مهمة جدا إنها تكون موجودة